أشرف داري حالوقتي لسه مختارش الرقم بتاعه يبدو هو متواجد حاليا مع منتخب بلاده بالمناسبة أشرف داري النهاردة تعرض لإصابة في الكاحل الكاحل خلال عمليات الإحماء اللي سبقت مباراة منتخب المغرب مع منتخب لسوته في تصفيات أمم أفريقيا أشرف داري الساقط على الأرض وظهر أنه متألم جدا وشوفنا في الفيديوهات أن الطاقم الطب تدخل وربط الكاحل يعني الإصابة في الكاحل المباراة كانت في ملعب أغادير ويبدو كده أن الإصابة مش كبيرة عادة الإصابات اللي في الكاحل دي ما بتعتبرش إصابات خطيرة يعني فإن شاء الله تبقى الأمور سليمة وأستفيد منه النادي الآلي في الفترة القادمة صفقة بالتأكيد مهمة جدا جدا يعني طيب من المناسبة أشرف داري غالبا كان هيبقى بعيدة عن مباراة السباة الأفريقية عشان ما كانش يتضرب مع الفريق خالص الفترات اللي فاتت ما كانش موجود في المعسكرات بيشارك مع منتخب بلاده في تصفيات كاسورة الأفريقية كان فرصه بعيدة أنه يبدأ أساسي في المباراة مباراة الزمالك في السباة الأفريقية ولكن أكيد الآن هيحاول برضو يخليه جاهز قبل المباراة ترجمة نانسي قنقر